أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتزديد احتياجاتك إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملية مارسوعة هو المحبة المرأة الفاضلة هي تاج لبعنها المرأة الفاضلة هي سمنها الذي يفوق كل الأهل من الأراضي المقدسة من الأدس والجليل من بحير التبرية والمغتص المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاور وحوله إلى بولس دايماً العابد حاسس أنه مارفوض لكن الإبن حاسس أنه مأبور الكلمة اللي تبقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جداً أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي إيه التغيير اللي هيعملوا في حياتي؟ ما كده يخرجني أماكن كتيرة بره أول ما سمح سوط عصفين أتذكر الفدة إزاي؟ كل ما تفتكروا مش قادرة تخفر له بالرغم من إنه مات في الناحية الطبية إنه أنا هون فقدوني متت مت أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة النهاردة في برنامج المرأة الفاضلة هنتعرف بأمرأة فاضلة بتشعل الدنيا في أي مكان تروح فيه الروح القدس يملى المكان ودايماً تشجع ودايماً تغير المكان من هدوء لإشعال وعمل برنامج هنا في كاليفورنيا للشباب سمته إجنايت يعني ولعها يعني إشعالها بالنار النهاردة هنتعلم منها حاجات كتير جداً وهنسمع عن إيه اللي هي بتعمله وإزاي بتأثر في الجيل الجديد وفي الشباب سيلفيا ستامفرد أنا جميعاً لتعرفكم اليوم أنا فرحانة جداً أن أنت معايا النهاردة Thank you so much Yvette It's a pleasure being with you and it's an honor to be able to speak to the Arab community أي بتقول أنا مبسوطة جداً أن أنا أكون معاكي النهاردة وأن أنا يكون لي الفرصة أن أنا أتكلم مع المؤمنين في الدور العربية سوف نتفرج على البرنامج اللي هي تعمله للشباب في كاليفورنيا تعالنا نتفرج على الكليب ده This is Sylvia Sanford and I'm here to invite you to Ignite California You probably have been hearing about Ignite California and you can be part of it Go ahead and log in at www.ignitecali.com and you will be able to see about the speakers you'll be able to see about all the people that are going to be in the worship team and you could also be a volunteer Go ahead and fill out all the information We want to see you there on June 1st at Ignite California So Sylvia if you can tell me a little bit about the Ignite program that God put in your heart to start إيه الفكرة اللي ربنا ادها لك إنك تعملي البرنامج اللي اسمه Ignite للشباب الصغير It's really exciting that for a long time as I served the Lord I had a dream and that was to see my children serving the Lord البرنامج ده ابتدى من رغبة في قلبها من سنين طويلة إنها تشوف أولادها ملك للرب And like many parents I have prayed and prayed and fast for a long time and for months and years وزي أي أهل مؤمنين بيقودوا يصلوا لولادهم بالشهر وبالسنة وبالسنين ومسانيين وعد الرب يجي لهم إنه أولادهم يقبلوا الرب Many times I will go into my son's room and anoint his clothes, his shoes, his closet, his bed and his pillow وكنت دايما أدخل قود عيالي وإن أنا أغطيهم بالدم وإن أنا أباركهم وإن أنا أحط إيدي على كل حالة سرارهم وعلى مخدتهم وعلى بطنيتهم وعلى كل حاجة فقدتهم وأباركها وإن أنا أمسحها بدم يسوع You know just when you're looking at the opposite You are always calling the word of God over them And we see in the book of Romans in chapter 4 That Abraham had received a promise And he believed hope against hope And he believed hope against hope Many times God gives us promises But then in the natural life things look exactly the opposite of what God has promised us لكن لما بنبص على الحقيقة وعالواقع بنلاقيه عكس الوعد اللي ربنا وعده مش ممكن مفيش توافق بينهم هما اللي اتنين الحقيقة عكس الواقع عكس الحقيقة And one of the things that we need to understand وحاجة تانية محتاجين نحنا نفهمها Is that in the waiting process إنه في وقت الانتظار God is working with us ربنا بيشتغل عليه نحنا أكتر بيشتغل على شخصياتنا We are praying for a miracle وبنبقى بنصلي المعجزة تحصل But in the meantime لكن في نفس الوقت There are things in us بيحصل حاجة إحنا جوانا That need to be changed بيبقى إحنا محتاجين تغيير في أمور معينة وبنلاقي الرب بيستخدم وقت الانتظار ده عشان يغير فينا ويصلح فينا ويشكل فينا علشان نقدر ناخد الوعد يعني ربنا مش عاجز إنه يعمل المعجزة في يوم واحد But if he did the miracle in one day and I'm not ready or you're not ready لكن لو ربنا عمل المعجزة وأنا مش جاهزة أو أنت مش جاهزة للمعجزة He is a perfect God هو الإله الكامل And he has the times in his hands وهو عارف الأوقات والأزمنة وعارفها وفي إيديه And so that's what I experience in my walk with the Lord وده خبرتي أنا في علاقتي ومشي مع ربنا As I waited for my miracle وأنا كنت في انتظار المعجزة اللي تحصل في حياتي وحيات ابني And suddenly ومرة واحدة بغتا The Lord answered my prayer مرة واحدة بسرعة الرب سمع ثلاتي And which it was to touch my first son My youngest but my first out of my three kids To have a radical encounter with Jesus To have a radical encounter with Jesus And it's not until you remove your hands off And you let God do it And that's what happened We need to trust the Lord And so in my case what happened was that God used an amazing friend of mine Another pastor في الحالة بتاعتي ربنا استخدم صديق لي وهو أسيس And to take and invite my son to Africa والأسيس ده عزم ابني عشان يروح في رحلة الأفريقية She paid for everything ودفعت كل مصاريف الرحلة لابني Airline ticket التذكرة بتاعت الطيارة The stay food everything she paid And with that I want to say one thing And with that I want to say one thing That it's so beautiful that we can sow a seed In other parents' children In other parents' children And that as she did that Brandon went to Africa And there he had a radical encounter with the Holy Spirit ولم حصل كده وخدته أفريقيا معاها حصل له مقابلة مع الرب بطريقة فريدة جدا وطريقة خاصة جدا And in that encounter Brandon was healed from rejection وفي المقابلة دي مع الرب Brandon رب شفاه من إحساسه بالرفض From an orphan spirit وإحساسه بروح اليوتن Bitterness and angry وكل المرارة وكل الغضب And the spirit of love was imparted in him ولحصل إن محبة وروح محبة ابتدت تسكن فيه وتبتدت تمتلكه And that love really changed the perspective of the way he looked at me And that love really changed the perspective of the way he looked at me It was like putting a new set of lenses in his eyes The enemy had him blinded But you see the word of God says that love covers a multitude of sin And because of the prayers Because of the hours and the days and the years that I waited on the Lord The right moment came And everything was healed in one visit with the Holy Spirit A visitation can change your whole life One encounter with Jesus can transform your past and your present And he will change your darkness And bring you into the light ويجيب ولادك لللعнее يجيب ولادك للنور ده عمل الروح القدس يا جماعة في أهالي كثير تتفرج علينا أولادها يا أما في الدرجز يأما في علاقات جنسية يأما في علاقات 2008 المشي الغلط في ناس بتتفرج علينا أولادهم حتى سابوا الإيمان رباب little may that this can be not true وكل لم أطلقنا في contact au must كل اللي في عايشتونا ده Wonder espí وموهم الكلام ده كله هي عاشت فيه لكن ربنا انقذ ولادها لان هي فضلت مكملة تصلي مؤمنة متمسكة بالوعد لأولادها ورفعت ايديها خالص قالت له انا مش هعرف اعملها كلامي بيجيب العكس كل ما اتكلم الدنيا بتولع نار ونتخانق لكن انا هسيب الموضوع وانت هتدخل فيه لو دي اولادك لو ده وضعك لو ده حكايتك رسلونا على الايميل اللي موجود على الشاشة وهنصلي معاكم وهنتفق معاكم وهنشوف معجزة زي اللي حصلت مع سلفيا معجزة هتحصل معاكم تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية نكمل ونشوف ربنا عمل ايه في حياة سلفيا مع اولادها ربنا دعانا اننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية علشان كده بشجعكم انكم تبعثوا طلبات الصلاة وهنبعثها لمجموعات الصلاة والمتشفعين في كل مكان بنروح فيه في العالم بناخد طلبات الصلاة بتاعتكم في الاراضي المقدسة وهناك بنطلب من الرب انه يلمس كل احتياجاتكم ويستجيب لطلباتكم طلبات الصلاة كمان بتروح لحوائط الصلاة في الكنيس اللي فيها صلوات مرفوعة 24 ساعة تقدروا ترسلونا بطلبات الصلاة في اي وقت على موقعنا في الانترنت www.infadela.org او في الايميل info at infadela.org رجعنا مرة تانية وهنشوف ايه اللي حصل مع سيلفيا وازاي ربنا كمل وعوده والوعود اتحققت وعندما ابنه رجع رجع مختلف خالص كأنه شخص جديد خالص انا ما قدرتش اعرفه يعني ما قدرتش اقول ايه ده ده ابني ده اللي مشي من هنا بطريقة مختلفة بطريقة برضو كانت طريقة شديدة وكل الناس اللي حوالي كانوا يبصوا الابني يقولوا اذا مش ممكن دا يكون ابنك ايه حصل طريقة تفكيره طريقة كلامه وشه اتغير نرى ذلك في ببالة في الول تستامنة عند موسيس اذهب إلى المعنى الترسفجير ونرى بأنه كانت تغير مختلفة ونرى الموضوع ده هو ان حصل في الكتاب المؤدس لما موسى راح وتقابل مع الله على الجبل كل شكله تغير بيقولك واك وكان بيلمع ونرى ذلك في براندن انا شفت الحكاية دي حقيقية ووقعية بعناية شفتها في حياة ابني وانا بصلي ان كل ام وكل اب منتظر المعجزة دي المعجزة دي معدية النهاردة اللي حاصل في الستوديو معدي معدي لحاجة جميلة هتحصل مع ابنك لو اخدت الايمان ده وخدت الوعد ده اللي حصل مع سلفي هيحصل معاك تعالوا نكتب وقلونا القصة واكتبوها لنا في ايميل او بعتوها لنا جوابات وهنصلي معاكم واللي حصل مع سلفي هيحصل معاكم انا فقط اشترك مع الناس ان كل ما يحدث معك سيحدث معهم سيحدث معهم سيحدث معاكم سيحدث معاكم هذا جميلة نعم نعم بالتأكيد والله قال لي سيكون ابنك سيكون المعجزة سيكون المعجزة ما سأفعل مع هذه الناس وربنا ادالها اعلان واضح اللي حصل مع ابنك ده هيكون آيات وعجائب وانا عايز عملها مع أولاد الناس اللي بتصليلي ورفع أولاد ها قال لي اجملتك في هذه المعجزة لتعمل مع الناس اللي بالتأكيد ورد تقولها انت بوضوح الوقت ده عاان تشتغلي مع الشباب الصغير وقال تعالى عملكم التقطع الناس اللي التقهع وقال له رب انت بأثري الناس اللي مش بقصة الريدى وقال له رب ان تتحكي بقصة الفداء بتاع ابنك And the Lord said, I'm about to put a new flame in their hearts. And I'm going to ignite their hearts with a flame that will never dim down. And I'm going to do a thing that no eye has ever seen before. And so, after walking all this with my own children, I'm now seeing my son, the transformation, and the promise of God being fulfilled. My heart is today, and I'm going to say that every parent that is out there who today have lost hope. It could be that maybe their son or daughter may be in jail or in drugs, alcoholism. Or maybe they're very disrespectful. And you feel that you've done everything wrong. And you feel that there's no hope anymore. The Lord says that He brings hope to the hopeless. And He can change things in one moment. And He can change things in one moment. In Malachi 4, we see that the spirit of Elijah is going to be manifested. And the time is now where the hearts of the fathers are turning to the children and the children's heart to the father. So I say to all of you who are watching us today that this is a year of restoration. And this is the year that we're going to see the prodigals coming back home. And we see in the book of Luke the story and the parable of the prodigal son. But we see a father that was willing always to wait for his son with open arms. And this is the love of our Lord Jesus Christ for these generations. He is crying out for them as a father. And this is the time that He's bringing them back home. And this is the time that He's bringing them back home. So maybe your son or your daughter or your nephew or somebody that you knew at one point they love the Lord. And circumstances they got hurt. And circumstances they got hurt. May them feel that they don't want anything to do with the Lord anymore. Well, this is the time that I'm here to tell you. That things are about to change. and it is a season of joy and laughter. Because we are going to see a generation on fire for Jesus. And we have seen many revivals. And we have seen many revivals. We've seen the Azusa revival. We've seen the Azusa revival. And there's been many prophecies that there will be another great move of God. And I am here to say to you that it is now. And I am here to say to you that it is now. We are about to see cities. We are about to see cities. Universities. High schools. High schools. Completely transformed. In a time of darkness. We are going to be the light. We are going to be the light. Your children will be the light. And through them, they are going to bring their friends and other members of families. We are going to see a great outpouring of the Holy Spirit. And through them, they will bring their friends and their friends. And we will see a great outpouring of the Holy Spirit. This is how Ignite California was birthed. 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 Many nights of crying out to God. And I never knew that through all those years of pain, I will be birthing something so big. Because through my children, now we are birthing an entire state. And now, it is not even just the state of California. It is going to be United States and many nations. And I am convinced, and I believe that this is not only in California, but it will happen in all of America. And it will happen in many countries and countries. Because a move of God starts in one place and it spreads, it ignites. And in the book of Acts chapter 2, we see that the Lord says that He is going to pour off His Spirit on all flesh. And so we are about to have the most amazing seven years ahead of us, of the greatest move of God among the millennials and the youth in the now generation. So this is a season that parents need to really look at the relationships with their children. This is a different generation. They do not hear what you say. They see what you do. They like transparency and not hypocrisy. And they don't like to see religious, religiousity. They want truly relationship. And so right now, Yvette, we are having Ignite California June 1st here. And I am inviting all of you that are going to be watching this program. It doesn't matter where you are just to come even if you don't speak English. Because many people from Latin America are flying to be here. When you come in contact with the anointing, many things happen. When you are under the glory of God, there's miracles and deliverance that will take place in salvation. And Yvette, if you have many young kids that only speak Arabic, we will bring translators so that they can be present. And if you speak Arabic, we will give you people to speak and translate in Arabic. Amen. So that is what is happening. This is the season we are living. Very exciting moments right now. And we feel very happy that this will happen in the coming months and the great things that God will do. I thank you for your support and I thank you so much. We have to end the program but we all are looking forward to attend Ignite together. Thank you. Thank you so much for having me in the program. May the Lord bless you all. And remember, this is a time that we must live in expectation. We will change my IG in terms of conversion to help. We will change your IG in the proof of the task. From that we will change the proof of our learning economy. If you remember your IG in the process to to make sure the IG in the process. Oh, please. My IG is changing my IG in the process. And I will say before, and I will continue your IG in the process. Oh, yes. And that was an IG in the process. Oh, my God, I think that you are not giving away that. It is the time that we're doing this. Of course, that is the time that I am doing this, But the Lord is given all this. Suddenly, the word is to protect us. The text is at the beginning. وده وعد من الرب ان اما انا وبيتي فانا عبود الرب عودوا اقولوا الوعد ده وفتلوا تكلموا بالوعد ده ولما هنتكلم الملايكه الله يبعثها عشان تحقق الكلمه اللي ربنا قالها في كتابه انها تتحقق هو ساهر على كلمته ليجريها في حياة اولادنا والى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة فاضلة تتحلى بصفات الإيمان عاملة بيديها تشتغل بإتقان هانسة هي كانت أو جدة أحفاد امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان كسفينة تاجر من بعض تكتذب طعام وبحكمة فنها تنشر حبا في كل مكان يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان ترجمة نانسي قنقر